حبة الليمون هذه تبدو عادية من شكلها الخارجي وكما هو شائع حامض مذاقها لكن عكس بقية الليمون فهذا الليمون حلو المذاق والمنتج ثمرة تجربة تلقيم ناجحة لزهرة ليمون عادية ما أخرى من شجرة البرتقال الليم هذا الحلو هو في الأصل الكائن الحلوة الملقمة جي حلوة سكر بها هي مع الليم العادي الليم العادي اللي هو حامض داروا واحد هكا تلقيح ما بيناتهم من بعد خرجها الليم الحلو ولا تدرك شجرة عادي شجرة كبيرة فيها الليم الحلو من بعد ولا التلقيم انتحا درك التلقيم رهو سهل نقول ولا في الشجرة ولا في الحباء نفس الشيء خلص الليم الحلو هذا لو كانت تحطها مع الليم الحامض متنجمش تفرق إلا في الدو المميز في عملية التلقيم هذه التي نجح فيها علي ببلدية مسترقين المعروفة بفاكهة الكليمونتين أنها غيرت الذوق الحامض للليمون وحافظت على خصائصه وفوائده كبيرة تعليم الحلو الليم حلو الليم هو نفس الوقت كما الليم العادي هو ثاني كات سيزان هذا حلو وكات سيزان كذلك إحنا كما نقول من راهو حلو نقولوا يفقد الفوائد لا، راه فيه فوائد العكس راه فيه فوائد ورانا ديرين واحد البرنامج معكاش أخي صائيين ليخدوه من التحاليل ويعرفوه ليش مليح علي وعلى غرار أقرانه من الفلاحين يسعى لتطوير هذه الشعبة من الحوامض أمر دفعوا لإنشاء مشتدة خاصة بهذا النوع من الحمذيات لتوسيع المنتوج وتسهيل عملية تلقيم نقولوا احنا ما عندناش أرض كبيرة وكل شيء احنا خممنا درنا لبيبينير تاعة خممنا درنا لبيبينير تاعة باش أي فلاح اللي عنده هالأرض والله الأخر يدير جيكتارات الأخر تلتكتارات الأخر منا يكتر الليمون حلو المذاق شعبة مميزة تضاف إلى شعبة الكليمونتين التي طالما تميزت بها منطقة مسرقين غرب البلاد اشتركوا في القناة